أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجمعة أن السلام والاستقرار في البلاد معرضان للخطر بسبب انتشار الأسلحة في أيدي مجموعات وصفتها بغير النظامية والخارجة عن سيطرة الدولة وحذرت البعثة الأممية عبر حسابها على التويتر من أن هذا الانتشار يلعب دورا محوريا في تزايد أعمال العنف ضد المدنيين وتدمير البنى التحتية كما أكدت البعثة عن استعدادها لدعم سلطات ليبيا في إدارة الأسلحة والذخائر بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 والجهات السياسية والأمنية الفاعلة